تحت رعاية وزارتي النقل والتعليم العالي نظمت جامعة الجلالة الأهلية النسخة الأولى من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات بمشاركة وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المطلطة على البحر الأحمر ورؤساء موانئة وشركات عاملة في قطاع النقل البحري نحن مستهدفين نعمل تسع موانئ جافة ومناطر جلسية كل ده موانئ شغلين فيها بدرجة ما سواء في نشر سواء في تعاقل سواء في تنفيذ فعل على الأرض ولكن الميناء اللي خارب على الانتاء هو ميناء الثالث من أكتوبر وده بينشأ بالاشتراك مع أو بالتعاون مع الخطاع الخاص المصري الأجنبي المشترك التقابل المستمر والمباشر يحل مشاكل كتير جدا وده اللي احنا بنعمله فعلا في كارتسويس نحن بننتقل مع العملاء بننتقل مع الأصحاب الأونرس والسفن وبنشوف أي مشكلة ونحاول نحل لها وبنجذب بكده سفن جديدة لتعبر في كارتسويس أشرت في حديثي إلى التجربة الأولى التي تمت في الجسر العربي من خلال النقل البحري بين مصر والأردن والعراق وأعتقد هذا الموضوع بحاجة إلى تعزيز لذلك عندما تحدثت اليوم بضرورة الربط السككي من العقبة إلى عمان لتعزيز النقل عبر البحر الأحمر من شرق آسيا إلى أوروبا على مدار يومين يناقش المؤتمر خلال ثماني جلسات آليات دعم وتطوير النقل البحري وفرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية وكذلك دور المؤسسات التعليمية في تأهيل الكوادري في مجال النقل البحري النقل البحري ليس تجارة فقط وليس نقل ولكن هو صناعة صناعة بتعتمد على علم وعتمد على منظور جديد لصناعة النقل البحري لعالم كله شفنا كيف تأثرت هذه المنظومة بعد جائحة كورونا فلا بد من أفكار وأطرحات جديدة ولن يستطيع القيام بهذا إلا الجامعات النهاردة عشان فعلا نحط رؤية متكملة تعاون مشترك تطوير بنا تحتية تطوير بحث علمي تطوير قدرات بشرية النهضة بالسياحة من خلال السياحة البحرية دور دلوقتي الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي إيجاد برامج جديدة محتاجها سوق العمل تحت مسمى البرامج البينية تخصصات متدخلة بين علوم مختلفة متخصصة بهدف الوصول إلى احتياجات سوق العمل وعلوم المستقبل نهاردة كمان رقط ما بين مدينة الجلالة والعالمين عن طريق العاصمة الجديدة بخط قطار سريع ده أحد المشاريع الحياة الكبرى اللي بتصب في مصلحة السياحة والسائحين ملتقى حيوي يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول حوض البحر الأحمر وشرق إفريقيا بما يحقق التكامل الاقتصادية ويعزز حجم التبادل التجاري ويشجع الاستثمارات